نشوف بقى ملك الحركات محمد بركات ال ايه مرحلة جديدة جهاز فن جديد وبداية التصفيات الافريقية والتحضير لأول مبارايتين ومبارايت كوريا الودية والله طبعا يمكن الحمد لله يمكن الرجالة يعني تفرج من بره كده تمرين الناس كلها جاية تمرن كويس والبداية شكلها كويس زي ما انت شايف كده يبقى معشور كده دوت بيديك يعني اطمئناً شوية ان البداية هتبقى كويسة احنا موجود كابتن ايهاب جلال مدرب محترم ومعه جهاز فني محترم سواء اللي جم معه او اللي كانوا موجودين من الجهاز السابق الحضري وشوقي برضو اشتغلوا الفترة اللي فاتت مع كيروش يعني كان شغلهم واضح وبين وكمله كابتن ايهاب طبعاً رحب بالموضوع جداً البداية زي ما انت بتقول مهمة يعني ماتش غينية ماتش صعب مش زي ما الناس متخيلة يعني ان هو مباراة سهلة لا غينية منتخب محترم وعنده اللعيبة على اعلى مستويات ايه ودايماً اما بتبدأ البداية الكويسة تود بيخلي حتى ايه غير اللعيبة والجازل فاني بيخلي الناس كمان ان هي مستريحة وده اللي احنا عايزين نوصله للناس يعني عايزين نوصل للناس ان هما يبقوا واقفين ورا المنتخب من البداية خالص يعني مش لازم يبقى ماتش فاصل للوصول لكاس العالم علشان بقى ايه تلاقي كل الناس لا انا عايز الناس ان شاء الله من البداية ماتش غينية عايز الناس تنزل وتروح لستاد ونرجع نقف في ظهر منتخبنا منتخبنا كان خلاص على وشك الوصول لكاس العالم اه كان على وشك الفوز ببطولة افريقيا يعني ده مسألة بلن ضربة جزاء تخش وضربة جزاء تضيع يعني فهما اللعيبة عملت اللي عليها الفترة اللي فاتت وان شاء الله احنا بنبدأ بداية جديدة اه طبعا ماتشين اه حابين ان احنا نعمل فيهم نتيجة كويسة تريح الدنيا من البداية وان ما بتبقى الروح زي ما انت شايف كده ده حاجة يعني بتطمن الواحد فانا يعني ان شاء الله بتطمن ان المعسكر دوت بعد نهاية الماتشين اه هنبقى مبسطين وطبعا مباراة كوريا طبعا كوريا يعني منتخب واصل كاس العالم منتخب طول عمران عارفين ان هو منتخب اه قوي اه بيستعد جديا لكاس العالم بنشوف ماتشات اللي عملها مع مع البرازيل وبراجواي وشيلي فطبعا ماتش الرابع فكر في منتخب مصر وده تقديرا برضو كمان لمنتخب مصر وقيمة منتخب مصر لمنتخب كوريا يفكر ان هو يبقى المباراة الرابعة بالنسبة له معانا اكيد برضو حنستفد منها حنشوف فكرة كابتن اهاب حيبقى عامل ازاي في مباراة كوريا اختيارات وهتبقى عاملة ازاي ممكن الاختيارات اللي موجودة دلوقتي خلاص زي ما انت شايف اللعبة المجموعة اللي موجودين هنا ممكن الشنو مش موجود بس النهاردة في التمرين محمد صلاح هيبقى موجود بكرا ان شاء الله ولكن هي دي المجموعة اللي هي هتبقى موجودة في المطشين فكرة كابتن ايه بقى في مباراة كوريا ده اللي حنعرفه على الاقل بعد المباراة الاولى قدام غينيا ان شاء الله يعني حضرتك يعني طول كلامك بتبص اللعيبة وبتقولي الحالة اللعيبة يمكن نهاردة رابع يوم للمعسكر انا متواجد بقى لاربع تيام بس واخد بالي ان الحالة النفسية اللعيبة عملا بتتحسن يوم عن يوم اللعيبة برضو يعني في البداية كده كانوا جايين اللعيبة تحسن لهم مكسرين شوية كابتن بركاتو خسارة افريقيا عدم وصول لكاس عالم لكن بدأت الدنيا الدنيا بدأت تفك بص يا ابراهيم يعني اكيد الواحدة ما بيبقى على وشك ان هو يحقق انجاز وما بيحصلش اكيد لازم يبقى فيها كاسرة شوية وعلى فكرة هي دي الكورة يعني هي دي الكورة واللعيبة هي لازم تتعود على كده ان اللعيبة دي حتلعب وحتجيب بطولات وحتحقق انجازات وحتخسر بطولات وحيبقى على وشك ان هو كان يحقق انجاز وما حصلش وده او تظهر زي ما انت بتقول لعيبة ماتش السنغال النهائي قدام السنغال برضو في النهائي كاس الأمم النهاردة بنضم لعيبة الاهلي بعد خسارة النهائي بنقول لهم هارد لك يعني فهم يعني انت بتتكلم يعني برضو لعيبة الاهلي النهاردة جايين التالت بطولة على التولي كان على وشك تحقيقها كانوا على وشك تحقيق تاريخ البطولة الحدواشر في تاريخ النادي الاهلي دي اكيد كانت هتفرق معاهم طبعا كتير فأكيد برضو جايين زعلانين ولكن خلاص مش مشكلة انت جاي وزعل شوية ومن حقك ان انت تزعل طبعا ولكن خلاص الكورة فيها كل حاج كورة فيها كل حاج فشلنا ان احنا نحقق البطولة بتاعة كاس الأمم نحقق ان شاء الله على طول فكو الدفور اللي جاية في 23 وشين تتحقق ما وصلناش كاس العالم المرة دي ان شاء الله المرة اللي جاية بس طبعا بتبقى محتاجة شوية تعب شوية وشوية الالتزام وشوية برضو تخطيط من بدري يعني شوية حاجات كده اما بتبقى موجودة ما بيبقاش في قلق ان شاء الله يعني هاخد من كلام حضرتك سؤال قلت عايزين الناس كلها تلتف حوالين المنتخب وينزلوا مباراة غنية اللي هي الناس بتشجع السؤال للأسف بقى فيه ناس كتير اهود درات ما بتشجعش المنتخب ده يقولك انا بشجع الاهلي بس وده يقولك انا بشجع الزمري بس ده المشكلة يتحل ازاي لا طبعا لا لا بس يعني عايز بس عايز اقولك العاجة ممكن صلاح حتى اتكلم في النقطة دهيت وكان صدى كلامه بالنسبة واصل للناس وناس كلها اقتنعت بكلامه اه وده شوفنا في مباراة السنغال الاخير انا شوفنا الاستاذ كان عامل ازاي يعني وكان فلاه هو طبعا الاهلي طول عمره ليجوا مهوره الزمالك طول عمره ليجوا مهوره والاندية الشعبية عندها جماهيرها ولكن في الاخر كله مفروض يلتف حوالين المنتخب مصر وهو ده احنا يعني عايز اقولك ان احنا ما توصل للمباراة النهائية هنا والمباراة النهائية هنا اذا انت ماشي على الطريق الصحية النهاردة ما توفقتش بكرة ربنا حيوفقك فانت دلوقتي كمان حتى تصنيفك اما كنت بعيد دلوقتي تصنيفك بقى دخلت تاني وبقيت في التصنيف فوق شوية في الرابع افريقيا او فانت كنت تحت الاول كنت سابع سادس فانت نتائجك برضو قاعدة عمالة بتخليك تتقدم وطول ما انت نتائجك بتبقى كويسة ما دايما المواجهات القوية بتبقل او بتبقى في مراحل مراحل متأخر بس فده كله يساعدك يعني كل دوت يساعد وحرجع اقول لك احنا امتنا كمنتخب مصر وتاريخنا احنا عارفين بالمجموعة الموجودة نقدر نحقق كل حاجة وزي ما قلت لك ان شاء الله انا متفائل لان البداية كويسة العيبة بتمرن كويسة قوي والعيبة تحس ان هم خايفين على بعض حتى يعني حتى بكل واحد بتمرن كويس ولكن برضو خايف على التاني ان شاء الله ربنا كريمنا ونعمل ماتش غينية كويس وماتش اسيوبة برضو يتعمل مباراة كويسة وتتختم نبقى ختم كويس ختم المعسكر بمباراة قدام كوريا يقدر الكابتن هاب جلالي يشوف المجموعة العيبة اللي حتكون موجودة معايا اللي ممكن يحتاجها الفترات اللي جاية كابتن بركاته لو اصأل حضرتك عن التساؤلات عن المدير الفني لاتحاد الكرة والمدير الفني للمتخب الأولمبي الترشحات مين هيكون موجود الفترة الجاية والقرات اللي بتدرسوها هتاخدوها ايه طبعا يعني هو ده موضوع يمكن الناس بتسأل فيه كتير يعني ان شاء الله الموضوع دعوت حيبقى قريب حيبقى فيه ممكن فأول مجلس إدارة ممكن نبتدي نحدد حيبقى فيه يعني هنا فيه هنقول مثلا خلينا نقول فيه تلات أسماء هنا مرشحين كمدير فني المنتخب الأولمبي فيه تلات أسماء مرشحين كمدير فني التحاد الكرة يعني تم الدراسة كده بعناية شوية من خلال بعض المعايير ويمكن أنا عادت مع حازم كتير في النقطة دي تكلمنا فيها فحطينا يعني ان فيه يدينا على بعض الأشخاص اللي هم ممكن يكونوا أضافة كبيرة جدا سواء هنا أو هنا طبعا هيتم طرح الأسماء دي كلها على مجلس الإدارة زي ما بقولك في أول اجتماع وطبعا كلنا كمجلس عنه يبقى إيه نختار من الأصلح من خلال التلات أسماء هنا أو التلات أسماء هنا إن شاء الله هيبقى قريب يعني عايز عرف حاجة منك لو سمعت أتفضل أهو أقول لي أتقول أهو 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 كبت محمد بركات متواجد في المعسكر كل يوم سواء هنا أو في القوتيل انت مش موجود كعضو التحاد كورة انت موجود جاي تشيل اللعيبة دي وتسندها صح أو لا أشيل اللعيبة إزاي ده أنا لسه باخد بقى لسه بادي دوا كلسترول من تلات أربعة ديام عشان كنة استأذنتك تجاوب والله بس عايزة أقول لك إنت حاسس بيهم فعشان كنة إنت موجود اللعيبة إحنا عدينا على المواقف دي وإنت دايما نما بتبقى كمسؤول أو يعني إحنا كزا مسؤول ولكن اللي لعب كورة أوي أو حياته كلها كانت كورة مثلا ده بيبقى مثلا هنحسس أن هو يعني قريب من اللعيبة يمكن أكتر عارف الأجواء أكتر خصوصا أن أنا تعاملت كمان معهم في الحد فترة قريبة يمكن قبل وائل كنت برضو معهم سنتين يعني كمدير للمنتخب يعني فعلاقتي الحمد لله بالناس كويسة فتلاقيني متواجد بقى تلاقيني متواجد بقى بصفات كتير يعني فهم يعني عدوا مجلس إدارة ومدير منتخب سابق ولعيب سابق غير أن هم معظمة معلاقتي بهم كويسة واخواتي يعني ف أنا 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 قصدي أن أنت حاسس بيهم حاسس أنهم يعني هم فعلا محتاجين لكابتن بركات يكون موجود أنه بيخد السؤال بجد والله أنا بتكلم بجد وحيط ربنا طب أنا بتكلم بجد أنا مش فهم سؤالك بقى أنت المشكلتك أنت معرفته الشاصة ثانية وعدة أنا أنا قلت لك وجود كابتن محمد بركات في المعسكر بأن أربع تيام موجودة على طول موجودة في التدريب أو مع اللعيبة في الأوتيل كابتن محمد بركات اللي هو نجم مصر اللي موجود آه مش عضو يعني جايشين من على اللعيبة لا أنا جايس يا عيد يعني أنا جايس يا عيد إحنا خارجين من موقف أولا موقف يعني زي ما أنت قلت خاص كلنا متأثرين بي لغاية دلوقتي كلنا متأثرين دي حاجة حاجة تانية دي بداية جديدة جهاز فن جديد لازم يبقى كلنا رفظهر ولازم كلنا نبقى بنساندو لازم كابتن أبي يحس إن كل الناس معاه فدي حاجات تفرد عليك إن أنت لازم تبقى موجود غير إن لو في أي حاجة ولا كده يعني لا في لعيبة وفي عشام إن لو في أي حاجة ولا أي مشكلة في لعيبة بتيجي بتتكلم وبتحكي وبتطلع وبتفض فبقولك يعني هي الفكرة فكرة إن إحنا هي علاقة علاقة كويسة يعني بنحمد ربنا عليها ونتمنى إن هي تبقى دايمة يعني يعني ما عليك إيه دواء كوليسترول ده في معنك الله الكوليسترول عالي يا أبراهيم دي من إيه؟ فترة الأخرانية بس دي من كان بعيدة أنا تضغط الشوية بس ما شاء الله الفترة اللي فاتت دايت الحمد الله يعني ما أقولكش يعني المنتخب هو راجع من السنغال والله شفت كنت نازل من الطيارة أنا وقف قلت بركات كبير عشر سنين لا عاية لا تكبرش أصلا تشكلك كان وانا عندك 25 سنة اللي هو عقب لا مفيش الكوليسترول عالي يبقى الواحد كبير لا لا ربنا وفع إن شاء الله الجميع وأنا دايما بنقول الإعلام طبعا ليه دور كبير جدا في مستندة المنتخب ونتمنى الناس كلها دايما فترة دية بالذات لفترة البداية تبقى في ظهر المنتخب وفي ظهر الجهاز الفني وفي ظهر اللعيبة وحرجع تاني أقولك كرة فيها كل حاجة يعني أنت بتغسر النهاردة بتكسب بكرة سواء على مستوى أندية أو على سواء سواء على مستوى منتخبات الكرة على متنكت ويقولك برضو أي حد برضو بيتدايق ولا بيزعل برضو من حق أن هو يتدايق ويزعل له كل حاجة بس خلاص اتدايق شوية وبعد كده ابدأ تاني اشتغل بجديد لحالة طول ما انت بتلعب كرة دايمان الجمهور هيبقى بيتطلبك بحاجات الجمهور ممكن كام يوم هيقولك زعلان وكدة طول ما انت تلعب كرة العيبة لازم تبقى عارفه طول ما انت بتلعب كرة الجمهور بيتطلبك بتحقيق انجازات ما حاجش هيبعد كده هيفضل قلول لك أصلاب كان زعلان من شوية أصلاب كان مش عارف إيه العب كرة الناس حَت طلبك وقت ما حتبضل كرة هحتعتذل خلاص ما حاجش يطلبك بحاجة بس فاستفاد لان الكرة دي احلى حاجة ممكن تحصل للبنيات يعني اه انا عرفتها طبعا بس طبعا عرفتها متأخر العيبة دلوقتي هتعرف بعد عمر طويل ان شاء الله كده بعد ما كل واحد يدي ويطلع اللي عنده ويبطل هيعرف ان الحاجة الواحدة اللي مش هعرف فيه يعملها تاني انه يرجع لعب كرة فكل واحد يستمتع لان الكرة استمتع بس مش كده انت خدت القرار غلط ان انت بطلت بدل شوية كان قدامك ترت اربع سنين وفي قاعد انا كنت عادة قاعدة قلولك قدامك ترت اربع سنين وخمسة كمان وانت عدت تقول لا لا يا خالص ابراهيم انا بص اولا مش مبطل بدل انا بطلت عندي 37 سنة بس هي الفكرة يعني ممكن اكون انا بدأت بدل شوية انا لعبت مع يعني انا لعبت في نادي السكة الحديد دوري ممتاز في خناقة معاك ده كان في خناقة في القاعدة عشان تبطلش في ناس ما تفتكرش او ما تاخدش بالان انا لعبت دوري ممتاز مع السكة الحديد وتلاقي الناس يعني الناس يدبس السكة الحديدة من قد دي فأنا لعبت دوري ممتاز مع السكة الحديد فأنا بدأت بدري قوي فممكن أن أنا بدأت بدري فممكن دخل بقى حاجات بقى خلاص تعبت بزيادة بقيت مستهلك حاجات كتير قوي دخل فيها ممكن شوية حاجات تانية ما نكلمناش فيها ولا نعلن فيها لأنه ما ينفعش أننا نتكلم فيها أصلا ولكن يعني في المجمل يعني 37 سنة ده مش صغير خلص خصوصا أن أنا يعني مركزي مبني على الجاري والسبرينتات وكده وطبعا حاجات دي كانت فترة الأخيرة ابتدت بقى تقل وتهدى شوية وكان لواحد دايما فترة للعيبها يعني قدام الجمهور كان بيبقى ظهر بمستوى معين فما كانش حابب أن المستوى ده ينزل أو أن الجمهور مثلا يبتدي يتكلم ويقول لك ده تعب لا تم بطل أنا يعني قلت خلص بدري بدري بقى قبل ما اسمع الكلام دوت يعني كانت الكرة كانت هنا ما كانتش هنا آه ده دلوقتي بقى في حاجات كتيرة أو هنا رأي الله حبيبي أبراهيم كابتن بركات وشكورك شرفتنا نهرتين شادينا ده كان لقاء مع واحد من نجوم الكرة المصرية عضو مجلس دارتحاد الكرة المصري كابتن محمد بركات تستنون دايما موجودين معاكم تخطية حصرية لمتخبنا الوطني فقط على أون تايم سبولز شكرا